أساطير طبية نشأنا عليها العادة السرية تسبب ضعف البصر وتحدث ألما في مطاسد الركبة وخروجك عاريا في التقصي البارد سيجعلك تصاب بالأنفلونزا ربما سمعت الكثير من هذه الإشاعات في فترة ما من حياتك إذ أنه قبل ظهور الأنترنت كان من السهل لأية إشاعة أن تنتشر بين الناس دون أن تجد من يتحرى البحث عنها ويكتشف حقيقتها لكن حين يتعلق الأمر بصحة الإنسان فإن الأمر يصبح خطيرا ومصيريا إذ تنسج الكثير من الخرافات التي يتدولها البعض وينبهون بها غيرهم حرصا على صحتهم ونتيجة لذلك انتشر الكثير من الأساطير الطبية في منختلف أنحاء العالم والتي لا يزال البعض يرددها على أنها حقائق بالرغم من أن العلم أثبت خطأها في هذا التقرير نستعرض عليكم خمسة من أشهر هذه الأساطير وإجابة العلم عليها أحلق شاربك أكثر لينمو أسرع هذه الأسطورة تحديدا لا كثير من الرواج لدى الشباب في سن المراهقة فعندما كان يعاني أحدا من عدم ظهور الشعر في مناطق معينة كاللحية أو الشارب كان ينصح بحلاقته عدة مرات إلى أن يظهر ولكن في حقيقة الأمر هذا الاعتقاد خاطئ جدا حلاقة الشعر عدة مرات لا تؤدي إلى نموه بشكل أسرع وأكثر كثافة حسب مجلة الأمراض الجلدية الاستقصائية الصادرة سنة 1970 وفي درسة من 170 صفحة قامت بها الدورية شارك فيها خمسة أفراد إذ قاموا بحلاقة شعر أرجلهم اليمنى عدة مرات لأشهر متتالية بينما تركوا اليسرى دون حلاقة لنفس الفترة وبعد ذلك قاموا بقياس حجم وكثافة ووزن ولون الشعر الناتج عن حلاقة كلتا القدمين وتبين أنه لا فارق تقريبا بين كليهما أما سبب انتشار هذه الشائعة بين المراهقين حتى يومنا هذا فيرجع إلى أنه في سن المراهقة تتحكم في جسد الإنسان العديد من الهرمونات ومن بينها الهرمون المسؤول عن نمو الشعر وظهوره في مناطق مختلفة من الجسد فعندما يقوم مراهقون بحلاقة شعرهم يربطون بين نموه وبين الحلاقة ولكن في الحقيقة ظهور الشعر يرجع إلى النشاط الهرمون المسؤول عن ذلك وليس له أي علاقة بعدد مرات الحلاقة ثانيا الجلوس طويلا أمام شاشة التلفاز يؤدي إلى ضعف البصر من منا لم يمر يوما بهذه النصيحة التي كان يقدمها الآباء طارة بصيغة النصح وطارة بصيغة الأمر ابتعد عن جهاز الكمبيوتر حتى لا يضعف بصرك ابتعد ثلاثة أنطار عن شاشة التلفاز حتى لا تضر عينيك لكن في حقيقة الأمر هذه النصائح غير صحيحة على الإطلاق من الناحية العلمية الاقترام من شاشة التلفاز أو الهاتف لفترات طويلة لا يتسبب في ضعف البصر ولا توجد علاقة بين فقدان دقة النظر وبين الجلوس المتكرر لساعات طويلة أمام شاشة التلفاز أو الهاتف كما يؤكد دكتور لضافنر من الأكاديمية الأمريكية لطب العيون ويضيف ضافنر أنه من حسن حفظ الأمهات والأطفال فإن شاشات التلفاز والكمبيوتر لا علاقة لها بضعف البصر إلا أنها قد تتسبب في إجهاد للعينين يزول عند راحتهما ثالثا يستخدم الإنسان عشر بالمئة فقط من قدرات عقله تنتشر هذه المعلومة الخاطئة بشكل كبير بين كثير من الناس إذ أن ثلثي العامة وتقريبا نصف المتعلمين يعتقدون بأن هذه المعلومة صحيحة ويبدو أن انتشارها جاء كنوع من التحفيز للمستمعين فرغم كل ما أنجزناه فنحن نستخدم عشر بالمئة فقط ماذا لو استخدمنا مئة في المئة من عقولنا ولكن من ناحية العلمية هذه المعلومة خاطئة تماما حيث أظهر المسح الإشعاعي للدماغ من خلال موجات الرنين المغناطيسي ومختلف أنواع الأشعة الأخرى أن كل جزء في مخ الإنسان يعمل بشكل منتظم ثماما وبنسبة مئة بالمئة ولا توجد أي منطقة خاملة أو هادئة أو لا تعمل بصورة كاملة عند النظر إلى الدماغ البشري شرب الماء البارد وسط الطعام يزيد دهون البطن الأشخاص الذين يخبرونك بأن لا تأكل قبل النوم هم على الأغلب الذين يخبرونك بأن شرب الماء البارد أثناء تناولك الطعام سيساعد على بروز دهون بطنك وأن عليك الانتظار لمدة نصف ساعة عقب تناول الطعام لشرب الماء كل هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة فالماء لا يسهم أبدا في عملية اكتساب الوزن أو زيادة دهون البطن التي تنتج من الاستهلاك الزائد عن حاجة الجسم للسعرات الحرارية اليومية كما تم إيضاحه كذلك ينبغي التذكير بأن الأطعم التي تحتوي الكثير من الدهون والشوكولاتة لا تتسبب بذاتها في زيادة الوزن ففي تجربة أجراها بنفسه خبير التغذية في جامعة كينساس البروفيسور مارك هود قام بتناول الشوكولاتة والأوريو والتوينكيز وعاش عليها لمدة شهرين بشرط أن لا يزيد تناوله لها عن حدود سعراته الحرارية وبعد انتهاء التجربة فاجأ مارك الجميع بفقدانه 13 كيلوغراما من التجربة من وزنه وتحسن صحته وانخفاض نسبة الدهون المضرة لديه بالرغم من تناوله لتلك الأطعمة فقط طيلة الشهرين استنتج البروفيسور من التجربة أن زيادة الوزن تعتمد بالأساس على عدد السعرات الحرارية الداخلة للجسم وليس على نوعية الطعام ويمكن لإنساننا العيش على الشوكولاتة والوجبات السريعة وفقدان الوزن في ذات الوقت إلا أنه نصح الجميع بالابتعال عن ذلك والاعتماد على نظام غذائي متزن يحتوي على العناصر الغذائية كافة لو خرجت إلى الشارع بملابس خفيفة ستصاب بالبرد تنتشر هذه الأسطورة بين الآباء والأمهات بشكل كبير فدائما ما يحذرون أبنائهم من الخروج إلى الشارع بملابس خفيفة في طقس بارد ولكن في حقيقة الأمر لا توجد أي علاقة بين كثافة الملابس التي ترتديها وبين الإصابة بالبرد كذلك لا توجد علاقة بين الخروج بشعر مبلل عقم الاستحمام في طقس شديد البرودة وبين الإصابة بالبرد تحدث نزلات البرد نتيجة لإصابة الجهاز التنفس للإنسان بعدوى فيروسية عن طريق دخول فيروسات متعددة لجسم الإنسان هذه الفيروسات تنتقل عن طريق العطس أو السعال أو رداد الشخص المريض أو النفس وبالتالي فحتى يصاب الإنسان بالبرد ينبغي أن يدخل الفيروس إلى جسده الأمر الذي ليس له أي علاقة بملابسه التي يرتديها أو بشعره المبلل وما إذا كان مبللا أو جافا وبخصوص تزايد حالات الإصابة بالبرد والإنفلوانسة في فصل الشتاء فيرجع ذلك إلى ميل البشر للبقاء لفترات طويلة في المنازل والاختلاط والاقتراب من بعضهم البعض ومن ثم تزداد فرص انتقال الفيروس من شخص مصاب إلى شخص سليم عما هي في فصل الصيف الأكل قبل النوم يصيبك بالسمنة أحد أكثر الشائعات التي لاقت رواجا هائلا بين الناس في شتى بلاد العالم ومع اختلاف الثقافات وحتى لدى العديد من العاملين في المجال الطبي فدائما ما تجد من ينصحك بعدم الأكل قبل النوم لكي لا تصاب بالسنى المفرطة أو زيادة الوزن لكن حقيقة العمر مختلفة تماما تخضع عملية فقدان الوزن أو اكتسابه في جسم الإنسان معادلة رياضية بسيطة للغاية لو أكلت ما يزيد عن سعراتك الحرارية في اليوم الواحد فسيؤدي ذلك إلى زيادة وزنك ولو أكلت ما يقل عنها فسيؤدي إلى نقصان وزنك أما لو أكلت ما يعادل سعراتك الحرارية فلن يتغير الأمر الأمر هكذا بكل بساطة مع الوضع في الاعتبار بكل تأكيد اختلاف عدد السعرات الحرارية من فرد لآخر ومن رجل لأنثى طبقا لنشاط كل واحد منهما ومعدل حرق الدهون في أجسامهم لكن الأمر ليس له علاقة بالأكل أثناء الليل أو النهار ترجمة نانسي قنقر